حاست وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وزير الموارد المائية والرية هانيس ويلم اخرى مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية لتمويل مشروعات المناخ وموقف مشروعات مياه ضمن برنامج نوفي للمشروعات الخضراء وكشفت وزيرة التعاون الدولي ان برنامج نوفي يتضمن ثلاثة مشروعات في مجال الموارد المائية والرية لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التداعيات التغيرات المناخية من جانبه أشار وزير الري إلى أن رؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه لتحقيق الأمن الغذائية